ننتقل الآن إلى حول مفردات هذا النص طبعاً إحنا ما زلنا في نص اللي هو العواصم موجود عمصم بكتابهم Activity Book Unit 8 Page 47 أين نشوف مع بعض كلمة house معناها يحتوي أو يضم يعني contain or keep تمام إذن يحتوي أو ماذا أو يضم طيب في عنا أيضاً كلمة empathy empathy معناها شو سفارة تمام يعني شو معناها The offices of the representative of a foreign country شو يعني؟ يعني مكاتب ممثلة عن الدول الأجنبية تمام؟ هذا حرف الجي هون ما بيلتفض تمام؟ إذن مكاتب ممثلة عن الدول الأجنبية هاي معناها شو؟ معناها سفارات صح؟ empathy طيب عمنا كلمة institution معناها مؤسسة شو يعني باللغة الإنجليزية مؤسسة؟ an organization with an important role in the country يعني عبارة عن منظمة تمام؟ بدور مهم في البلد المعين تمام؟ فلو يكون في إلى دور مهم معناها شو عبارة عن مؤسسة تمام؟ إذن institution institution أيضا في عمنا كلمة seat مو قلنا seat of the government يعني مقر الحكومة إذن seat هو عبارة عن place هو مكان يعني مقر بالأخير هو place مكان طيب عمنا كلمة fraction fraction معناها جزء a small amount of something إذن كمية يعني قليلة من أمر ما تمام؟ مو قلنا أنه هي نسبة أو جزء يعني بسيط من شيء ما طب أيضا عندنا كلمة strictly حرف هون تيم ما كتير بالطفز نقول strictly يعني بقوة أو بصرامة severely harshly وأيضا في عنا كلمة regulate معناها ينظم supervise or control يعني الإشراف أو التحكم تمام؟ تجي معنا أيضا ينظم وعنا كلمة sector sector معناها a particular part of an area إذن يعني جزء محدد من منطقة وآخر كلمة عنا كلمة specific يعني معناها clearly defined يعني محدد بشكل ماذا بشكل واضح clearly defined معناها محدد بشكل واضح إذن عنا كلمة specific specific معناها محدد طيب خلونا ننتقل الآن إلى assessment question شوفوا عنا هذا السؤال find words in the text which mean the following يعني جد كلمات من النص تمام؟ تعني هذه المعاني تمام؟ عنا هون ثلاث معاني the offices of the representatives of a foreign country هذا المعنى اللي قبل شوي أنا قرأته بالvocabularies صح؟ طيب أيضا في عنا كلمة not similar عفوا not similar يعني ليس مشابه تمام؟ وأيضا في عنا كلمة very old يعني قديم جدا شايفين هدول المعاني الثلاثة أنتوا بتكون تدوروا بالنص على معاني على كلمات يعني بتكون بتعني هاي المعاني تمام؟ طيب يلا يا أماني أماني مجد أي هاي هذا المعنى مع أي كلمة؟ مع empathy empathy يعني شو الاستفارات بما أنه قالك the offices يعني مكاتب التي تمثل الدول الأجنبية معناته شو؟ بدي حرف الاس بالأخير إذن empathy طيب يلا يا شام ال be not similar can see different مختلف can see different ما كانت موجودة بجدول الفكابيضاري صح؟ نعم بس أنا أعتلكم أنا عم بشرح أنه هاي من الكلمات المهمة واللي يعني ممكن أنه يسأل عنها ancient ما علاها شو قديم تمام؟ الأقدم oldest هي الأقدم وما عم بيقلك الأقدم عم بيقلك قديم جداً قديم جداً الكلمة المشابهة إلا هي ancient معقول يعني هو مثلاً يقلك شو المعنى المشابه إلى very old تقولي له oldest مثلاً؟ لا ما بصير صح؟ قديم جداً الأقدم لا نقول ancient تمام؟ ننتقل الآن إلى final assessment question خلونا نجاوب عن هدول الأسئلة answer these questions أجب عن هذه الأسئلة where is the commercial and administrative center of Damascus located يعني شو معناته هذا السؤال؟ خلوني يكمل لكم أيضاً السؤال الثاني قراءته بعدين نترجم لكم إياهون when was براسيليا built؟ السؤال الأول يعني أين يقع مركز دمشق التجاري والإداري تمام؟ والسؤال الثاني when was براسيليا built؟ يعني متى تم بناء براسيليا؟ يلا يا شهامة زياد تفضلي شو هو جواب السؤال الأول؟ center of Syria center of Syria تعالي نشوف إذا الجواب صح أم خطأ تعالي نحط خط أول شي نحن ما بنقدر نقول الجواب بشكل مختصر منا نحكي جواب كامل يعني هو عم بيقول لي أين يقع شو؟ أين يقع مركز دمشق التجاري والإداري بقول له the commercial بعيد أنا من هون the commercial شوفوا من هون the commercial and administrative center تمام؟ من هون of the city يعني أو أو خلنا نقول of Damascus is located هو يقع in the modern part of the city في الجزء شو؟ الحديث من المدينة outside خارج the ancient walls صح؟ خارج الأسوار القديمة هذا الجواب صح يا شهامة تمام؟ لازم تعطي إجابتك طيب خلنا نشوف الآن السؤال الثاني when was Brazilia built يلا يا بلقيس خالد فضل يا بلقيس and see Brazilia built in the late nineteen fifty it is a new city and has only been بكفي بكفي بس لها متى؟ هو عابي قللك متى؟ متعيدي منه برازيليا نفسه تمام؟ قلنا was بلت بنيت متى؟ in the late nineteen fifty يعني امت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ونقطة خلاص انتهى الجواب لهون طيب شكرا لك على الإجابة أحسنت رائعات شكرا لكل من حتى رفع ايده حتى لو ما شارك معي في الحل حتى لو ننتقل الآن إلى السؤال الثاني من التقييم النهائي لهذا الدرس يعني قعد كتابة هذه الجمل حول النص لتصحيح هذه المعلومات عنا هون جملتين تمام الجملة الأولى دمسكس is considered the smallest city in Syria تمام وأيضا الجملة التانية برازيليا is the economic center of Brazil تفضل مؤمنا أكرم أزي بدال small smallest والgreatest أكبر greatest والباكست دمسكس is considered the biggest city in Syria طيب أحسنتي مؤمنا طيب نرجع لك يا نور الهدى أحمد يلا حل لنا الجملة التانية لو تمحتي برازيليا is the economic center of Brazil أي كلمة هي الخطأ أنت برازيليا is not the economic center of Brazil is not ولا شو رح تحطي هلأ ممكن تقولي is not the economic center of Brazil أو تستبدلية كلها البرازيليا تستبدلية بكلمة ريو دا جينيرو يعني اسم هاي المدينة أنه هي the economic center of Brazil أحسن أنه نغير الكلمة كلها بهذا السؤال أحسن ما نقول not تمام هذا الأصح يعني هيك الأصح يعني هلأ مثلا ممكن مؤمنة كانت تقول it's not the smallest Syria ممكن ولكن يعني نحن خلينا نقول الجواب المثالي واليعني الأدق طيب الواجب يعني اتخذوا لقطة للشاشة عندكم واجب التمرين الأول والثاني والثالث والرابع من page 47 بكتاب activity book تمام أنا هون كاتب السؤال الأول تمام ولكن أنتم ما تتقيدوا فيه وإنما مطلوب منكم الأربع تمارين ضروري أنه ننحلهم أيضا هون رجعت كتبت لكم هدول الأربع تمارين وأيضا كتبت السؤال الرابع لحتى إذا في حدا ما عنده كتابه عنده ظرف أو كذا يعني مش هلين كتبت هدول السؤالين تمام ولكن تقيدوا رجاءا بحل الأربع تمارين طيب بنهاية هذا الدرس أنا أحب أقولكم أنه نحنا الآن انتهينا أو أنهينا نصين من هذه الوحدة بيبقى عنا درس الvocabularies اللي هو idioms with and and word families وأيضا comparing and contrasting لهون منكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم